اشتركوا في القناة برنامج الشوط الثالث لنصلط عليه الضوء من خلال دولي ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم ومسبقة أغلى الكؤوس ولكن في هذه الحلقة الاستثنائية سيكون الحديث دائما وأبدا عن مشاركة منتخبنا في العرس الآسيوي وكأس آسيا الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة وجهزية واستعدادات منتخبنا الوطني لهذا العرس الآسيوي ونتمنى من خلال نوصل لأبعد المراحل إن شاء الله وصولا إلى الأدوار النهائية في هذه البطولة دعوني أبدأ في الحلقة بأبرز وأهم عنوين حلقتنا اليوم سمو الشيخ خالد بن حمد يرفع معنويات المنتخب ودية أستراليا للفائدة معسكر دبي والجاهزية للآسيوية لقاء كوريا الجنوبية هو الأصعب مال الزعامة غير شعب الزعامة هو 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 ياقوم الحمر ياقوم الحمر نجلة ذهب حضر عين على الذهب وفاله القاس يلوا لمستة عجيبة لعبة العام بالمقاص كوغة في شوت التهيار هو 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المتخبات المشاركة وهل تعكس قوة المتخبات وحجمها الحقيقي في هذه البطولة ايضا مرحب المدرب الوطن الغدير الكابتن السلم شيمعي بارك ابو عالية مرحبا فيك يا اهلا فيك وتركي نمسي عليك ونمسي على السادة المتابعين وعلى الاخوان خلف الكواليس وعلى الكابتن وبالتوفيق لك ان شاء الله في حلقة اليوم للتحليل على منتخبنا الوطني وقراءة المجموعة مجموعة منتخبنا الوطني في كاس اسيا ولكن قبل ان نبدأ في حديث عن منتخبنا الوطني زميلنا العزيز عمر عبد السميع رصد مشاركة منتخبنا الوطني في كافة المحافظة الاسيوية وخاصة بطولات كاس اسيا واخر جنة التقرير التالي شوفوا وياكم كان يمتلك القدرة على بث الرعب في قارة كاملة كان قويا للحد الذي فاجأ العالم هل لديك القدرة الان على الخوض في الذكريات يقال ان لا شيء اقصى من ذكرى لم تكتمل ويقال انها كالثلج لا يضمن الوقوف فوقه طويلا ليس من المبالغة ان قلنا ان هذا الجيل هو حقبة القرن الواحد والعشرين فقد كان شرسا حتى لقب بمنتخب الدقيقة الاخيرة عندما غادر كان من حسن حظ الساموراي انه نجا في 2007 وكان شبحا هو من شارك في البطولة خروج مبكر وخيبة امل اكبر بعد اربع سنوات تكررت القصة التي تكررت بعد اربع سنوات اخرى خيبة تليها خيبة وخيبة تليها اخرى تعددت الخيبات والالم واحد من الجيل الذي قلنا انه لن يكسر بعد اليوم الى سنوات عشناها في الظلام الم اسأل منذ البداية هل لديك القدرة على الخوض في الذكريات احيانا في اللحظة التي نتمنى فيها النسيان تغمس الاقدار وارواحنا في الذكرة اكثر واليوم نحن نعيش الامل بصناعة قصة اجمل لا اعتقد ان هناك جمهورا كسر كما حدث مع عشاق الاحمر وسأل كأس العالم لكن في النهاية لابد ان نغامر معهم فقصتنا واحدة ومصيرنا واحد عمر رصد لنا المشاركات السابقة لمنتخبنا الوطني كانت مشاركات في بعضها ايجابية وهناك مشاركات يعني ما كانت تكاد ان تذكر بالنسبة لخروج منتخبنا من الادوار الاولى وان شاء الله هذه المشاركة تكون يعني ذكرى وفال طيب بالنسبة للمشاركة السابقة اللي وصلنا فيها للادوار النهائية وكانت نتائج ايجابية جدا ومنتخب مبهر للجميع وابهر للجميع وافرح واسعد للجميع نعول كابتن ابراهيم على يعني المشاركات السابقة ولذاك زمن وكان فيه لاعبين ونجوم مختلفين واليوم فيحنا في زمن اخر وحتى المنتخبات الاخرى تطورت واستعدت جيدا اختلف يعني احنا بنقول دائما منتخبات العربية بالمحافل بالرسميات في كأس اسيا او حتى قديما لكويت في كأس العالم او مصر او تونس او جزائر في بصمة احنا هذا المنتأمل منه انه يختلف اللاعب العربي في المحافل وفي التجمع يختلف عن انه مباريات الودية او التجمع داخل يختلف كأداء طبعا هناك من النوم من الفندق من الاكل من الشروب من كل حتى من التواصل من الانسجام داخل الفندق مع اللاعبين مع المدرب لكن انا بقول يعني الوقت مش كافي حتى تقيم المدرب منتخب البحرين صحيح يعني بدنا اشق الشارع كثير يعني نفس تجربة عموتة بالاردن نفس تجربة مدرب الارجنتيني مع البحرين ليس كافي حتى المدرب اي احنا لنا ثلاث سنين بالبحرين لغاية الان لسه منتعرف على الكرة البحرينية وهذا الشي صعب على المدرب في لاعبين احيانا ممكن المدرب يقدر يوظفهم في مكان معين مثلا مثل كوميل الاسود كي بلعب الرفاع الان اختلف تماما في البحرين ونزل مستوانا بقول كوميل من المنتخب لسه مش كوميل بالرفاع والدليل انه ايش نعمله بنسجم بالطريقة الجديدة وبنسجم بالمركز الجديد كجناح يسار بالضبط وهذا بأثر كبير وانا بطلب انه من الشارع البحرين انه شوي يتأنى مش وقت الان اي انتقاد الان وقت بطولة تجمع ومش الحكم في بطولة مثل هاي بمجموعة نارية بقول مجموعة الاكبر منتخب الاردن منتخب الكوري منتخب ماليزيا اللي ما خسر باخر ست مباريات لا نستهين ابدا بالمنتخب الماليزي طبعا احنا مش جايبين سيرته ابدا لكن ممكن يكون مفاجئة انت بتحكي عن انتقافة الفوز من ست مباريات موجودة وهو بالفعل منتخب متطور اللي متابع للمنتخب الماليزي يشوف مدى التطور اللي قاعد يمر فاحنا منقول يعني الانسجام اللاعبين اللي زجهم مدرب المنتخب البحريني جيد معدل الامار من سيكون في 2026 او ب2030 من اللاعبين الان معدل الامار فوق الثلاثين جاب سجاسمي خليف اوكي كواليتي عمر خمس وعشرين سنة جاب الختال جاب الاخلاصي اللطف الله ومع حتى انه الاضافات هذه معدل الامار لازم يقول له هذا مطلوب لما تقابل فرق زي كوريا تمتاز في السرعة والضغط العالي والضغط العكسي صحيح صحيح كابتن الاستعدادات لمنتخبنا الوطني اللي متابع لتجمع المنتخب في اول مرة استعدادا لبطولات كاس آسيا والزيارات الميدانية للقادة الرياضيين وفي اخرها بنتابع معاكم زيارة سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النعب الأول لرئيس المجلس الأعلى لشباب الرياضة رئيس الهيئة العمل الرياضة ورئيس اللجنة المنبية هذه الزيارات تعتبر دافع ودفع معنوية للاعبين المنتخب ولا إدارة المنتخب أيضا طبعا بوتوكي انت اليوم على رأس الهرم هو الشيخ خالد زياراته إلى للاعبين المنتخب هاي راح يعطي دافع معنوي وأيضا راح يحسن من النفسيات كثير لدى اللاعبين ولدى الجهاز الفني خصوصا إذا كان رأس الهرم هو متابع إلى جميع هذه الأحداث بأدق تفاصيلها فلذلك تواجد الشيخ خالد داعم كبير إلى الفريق وأعتقد التواجد مع الفريق هذه رسالة إلى اللاعبين أن نحن خلفكم ورح ندعمكم بشتى الطرق وإحنا مستعدين نتحمل المسؤولية قابلكم أنت كمدرب تعول على الجانب الإداري مثل هذه الزيارات مثل هذا الدعم مهم جدا لللاعبين لجانب الخطط الفنية والتدريبات والتكتيكات الجانب الإداري يأتي قبل الجانب قبل الجانب الفني قبل الجانب لأنه هو من يحدد بيئة العمل كلما كانت بيئة العمل فيها عوامل تؤدي إلى النجاح عمل المدرب فنيا راح يكون سهل وممتع خصوصا أنه ستشعر أن الدعم متوفر عندك من أعلى قمة الهرم صحيح فلذلك أنا أشوف أن الدعم الإداري مهم في هذه المرحلة والدعم الجماهيري أيضا أيضا مهم وليوم حتى الإعلام أيضا دوره مهم في توجيه بوصلة الانتقادات الإيجابية إلى الفريق كأنك تتكلم عن تشكيل الرأي العام بالنسبة لمشاركة المنتخب لما تأخذ الوفد الكبير من مختلف المواقع مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية فأنت تشكل الرأي العام الآن بالنسبة لمشاركة المنتخب وهو في جانب يشكل الرأي العام بالنسبة أتكلم عن الرأي الشعبي جماهيري رأي الشارع الرياضي أي رأي الشارع الرياضي فلذلك من المهم اليوم أن تكون هناك في التفاف حول المنتخب مثل ما تفضل كابتن حلمي اليوم مو وقت الانتقادات السلبية ولا وقت الانتقادات التي تتكلم عن لاعبين كان يفترض تواجدهم من عدمه لأن اليوم علينا أن نؤمن أن هناك مدرب يعمل بفلسفة لديه قناعات يجب دعمه ودعم قناعاته وفي النهاية كل مدرب معرض إلى أنه يفوز وينجح ومعرض أنه في مرحلة من المراحل أن يتعثر بالضبط خلط طلع معاكم على جدول مجموعة منتخبنا الوطني بالنسبة لي المشاركة العسيوية والمنتخبات المشاركة في هذه المجموعة حسب ما نشوف منتخب كوريا الجنوبية وأيضا منتخبنا الوطني والمنتخب الماليزي والمنتخب الأردني الشقيق هذه بالنسبة لمجموعة منتخبنا الوطني كيف نقرأها كابتن إبراهيم حلمي ماذا نطلق على هذه المجموعة أنا يعني هذه مجموعة متوازنة لكل الفرق متوازنة نعم متوازنة لكل الفرق يعني الفرق الأربعة ممكن أن أي منتخب منهم يتأهل يكون من ضمن المتاهل بده يغادر اثنين ويظل اثنين بالنهاية ما فيها أفضلية للمنتخب الكوري فيزي عمل مفاجأة بالنبارة الأولى والبحرين غلب كوريا فهناك مفاجأة في البطولة أنا هيك بقول لأنه صراحة كوريا بكأس العالم غالبين البرتغال متعالدين مع الأرقوي ثاني المجموعة طالعين من آخر ست سبع مباريات مدرر بكل زمان ما خسر ولا مباراة عماله معدل أهداف عالية معدل استقباله الأهداف أقل هذا بيعطيك انطباع انه فيه ثقافة الفوز موجودة مثل المنتخب الياباني نفس الشي هذول فرق ما بتقبل خسارة أبدا حتى بداية البطولة ما فيه جس نبط مثل الفرق العربي ممكن ترجع بالكومباكت العميق شوفنا احنا مثلا منتخب الأردن اليوم على اليابان رجع بالدفاع مثلا منتخب البحرين مع أستراليا نص ملعب عمل على الهجوم المرتد الفرق ما بترحم لازم تعمل على الضغط العالي وهذا مهم كثير لفرقنا العربي انه زي ما قال الكابتن بوجود سمو الشيخ خارد موجود هناك هذا الجانب النفسي ممكن الفرق الأسهولي كبير مثل كوريا اليابان ما يلاقوا الدعم تعرف ثقافتنا العربي بتختلف مختلفة تماما نشامة في الأردن اللاعبين بالحماس بكذا نترك التكتيك أحيانا الجانب التكتيكي بسويلنا مشاكل صراحة بتباتي اللاعب العربي فبتلاقي نفس الليل عمل الأجواء وأنه أنا بكرة بدي أسعد البلد بدي أسعد والدتي بدي أسعد زوجتي أولادي الأجواء النفسية له دور كبير يضغي أحيانا على الجانب وجود الشيخ خارد كثير مهم حتى في بطول حتى حضور الإمباريات حتى تدريبات فمهم هذا بصراحة اندلع شي بديل أنه فيه ألفة فيه انتجام فيه رضا حتى على المدرب يعني نحن عذرنا إمبارات الإمارات المدرب لازم فوز خمسة على الإمارات دقيقة خمس وخمسين هذه نقطة مهمة برجع لك فيها إبراهيم حلمي بأتكلم بابتدي فيها مع حسين مشامع بالنسبة لمباراتنا الودية أمام المنتخب الأسترالي كيف كانت المباراة وهل هي تعكس فعلا الشكل الحقيقي لمنتخبنا أم المبارات الودية لها حساباتها الخاصة أنا أعتقد مباراتنا أمام أستراليا كانت مباراة بمثابة الصدمة بالنسبة إلى لاعبين المنتخب السبب الأعداد الذي يسبق هذه المباراة الصدمة المتعمدة أحيانا أنت تتعمد محتاج مثل هذه الصدمات لأننا في الفترة التي تسبق هذه المباراة لم نعبنا أمام منافس أو خصم بقوة المنتخب الاسترالي وهي بمثابة البروفا إلى مباراة كوريا منتخب كوريا الجنوب كوريا أيضا بنفس الأسلوب فريق يهاجم بكثافة عددية عالية فريق يعتمد على الضغط العالي يستحود على الكورة حال خسارة للكورة أيضا يقوم بالضغط العكسي فلذلك مثل هذه الفرق لابد أن تعتاد على أنك أنت تلعب إياها إلى عدة أسباب السبب الأول أنك تتعود على إيقاع اللعب العالي تتعود أنك دائما تكون تحت الضغط لا يوجد لاعب يستطيع أن يخرج بالكورة إذا ما كان تحت الضغط دائما دائما هذه الفرق تخليك دائما تحت الضغط إلى 90 دقيقة فنحن نحتاج إلى مثل هذه المباريات وإن كنت أتمنى أن مثل هذه المباريات يكون الإعداد إليها بشكل مبكر لأن اليوم هذه الصدمة نتمنى نشوف نتائجها في مباراتنا أمام كوريا لذلك أنت تحتاج وقت في مثل هذه المبارات القوية حتى ممكن تصلح أخطائك كلاعب وتصلح من أخطائك كمدرب إذا كان الوقت كافي كابتن هذه المباراة بتحدى من المنتخب الأستراري هل بالفعل ممكن تتحدد مكامن القوة في منتخبك هو أحيانا المدرب يعني دام جيك مدرب من الأرجنتين وفكر عالي في أوروبا وفي أمريكا الجنوبية يعني هو بجوز حب يشوف شو مستوى المنتخب أو اللي بدي عملها مع كوريا في الفيزون بنصف ملعب يشوف ردة فعل الفريق وأنا بأيد لأنه منتخب حاليا ما قابل غير الإمارات آخر مرة في تصفيات المستوجية وقابل اليمن أتوقع فبحتاج أنه يكون في صدمة مبكرة أنه يخسر في مباراة ما كانش يحسب حساباتها تكتيكيا بجوز كد من أنه بدي يشوف فريق وكيف ممكن يتصرف مع الفرق الكبيرة وهي مشكلة ترى يعني مشكلة بتسببها أحيانا للفرق إذا خسر وبكرة عنده منتخب البحرين مباراة كمان يعني سلاح ذو حدين أحيانا ممكن تكون إيجابية إذا خسرت طبعا هي إيجابية لأنه في وقت الآن كمان مباراة وكي ما تكونش الآخر مباراة مع أستراليا صحيح لأنه موجود وممكن يتقابله في دور المجموعات فأنا بقول يعني هذه مفترق طرق لللاعب ولثقافة داخل الملعب هاي أستراليا وشفت بجوز بالواحد صفر كان فيه ضربة جزائر البحرين كان ممكن الفرق اللي بتستعم بتستخدم الضغط العالي كيف بدك تكابلها بكرة فهو شاف فريقه خلال الأربعة واحد أربعة واحد تشتغل معهم وعمل بالتوليق وكويس احنا كثير شفنا إشي عماله لما يكون خسران كيف يبدل المصف ملعب صحيح بلش بجاسم خليف والحدان قدام المدافعين ومسز ولسه ما وصل المسز للمستوى اللي احنا بنعرفه مع المحرق لما شاف حلو خسران كيف سحب جاسم خلقه ميل مركز عشرة ودخل الختال يعني أعماله بيعطي أفكار ممكن تخدمه مع ماليزة والأردن أكثر من أستراد خلاش تعرض معاك تشكيلات منتخبنا كابتان حسين مشامع ونشوف تشكيلة اللي بدأ فيها المباراة كمدرب منتخبنا الوطنين طبعا هو لعب بالطفالة في حراسة المرمى وبنعدي والحيام صحيح في قلب الدفاع صحيح أعتقد أنا طبعا ما أتبين عندي الصورة من اللي هي من هناك ولكن أعتقد لهو كان الإخلاصي على جهة اليمين الحردان وجاسم خليف وكوميل أعتقد كان في البداية لعب على جهة الجناح اليسار والحشاش كان مهاجم والطرف اليسار اللي هو علي مدن هذه التشكيلة اللي لعب فيها شوفها أنت مثالية في أمام المنتخب الإسترالي اللي هو راح يكون يعني كبروفا لمباراة المنتخب الكوري الجنوبي شوف بوتركي عادة إذا نتكلم عن المدرب يعني يفترض أن نتجرد في البداية عن قناعاتنا الشخصية طبعا يعني قناعاتك كمدرب أنت راح تختلف مع المدرب ولكن عليك أن تفهم وتعرف المدرب شنو أي فلسفته وشنو قناعاته بالنسبة للأسلوب اللي راح يتبعه وتوظيفه إلى اللاعبين يمكن نتفق أو نختلف وياه ولكن هذه قناعاته وهذا أسلوبه في النهاية وعلى أنه مثل ما قلت أن نؤمن أن هناك مدرب يمتلك سيفي عالي جدا يمتلك بطولات محقق كوبا أمريكا مع شيلي ومحقق الدوري الأرجنتيني ومحقق الدوري الشيلي أيضا ودرب أيضا في إسبانيا فمدرب يمتلك سيفي عالي جدا ويمتلك أيضا بطولات كبيرة فلذلك هو اليوم مؤمن بأسلوبه على أن ندعم هذا الأسلوب وفي النهاية في وقت للتقييم نهاية البطولة ممكن أنت تقييم عمل المدرب نستعجل التقييم من خلال المباراة السردية ولكن أنا هناك ملاحظة فقط على وسط الملعب نحن اليوم في وسط الملعب موسيس والحردان ومعهم خليف أو أحيانا يكون معهم المباراة الإمارات لعب لاعب الوسط اللي هو الوالي نوالي ما نعم ثلاثة اللاعبين تقريبا مهامهم مزدوجة لاعبين يقومون بنفس الأدوار أنت لما تلعب أمام فرق دائما تضغط عليك في منطقتك أنت تحتاج إلى لاعبين وسط مش منظمين لعب فقط تحتاج إلى لاعبين وسط قادرين على الانتقال بالكرة من منطقة من منطقة ضغط إلى منطقة إلى مساحة ممكن تبني من خلالها هجوم نحن نفتقد إلى هذه الميزة في وسط الملعب ونفتقد إلى اللاعب الخلاق اللي ممكن يصنع إليك فرص في وسط الملعب يعني إبعاد كوميل عن منطقة الوسط عن اللاعب رقم عشرة أفقدنا نوعا ما عملية البناء في الهجوم عملية الإبداع في الثرث الهجومي فلذلك يعني أعتقد أن بيتزيم يحتاج شوية يراجع هذه النقطة يحاول شوية أنه يكون كوميل في مركز الأساسي حتى لا نخسر نجومية كوميل أيضا في البطولة خلينا نرى بيتزي ما قال بعد مباراة منتخبنا من منتخب الاسترالي الودية وأيضا اللاعبين في هذه اللقاءات لقد كانت مباراة جيدة أعتقد أنه ينقصنا أن نكون أكثر شراسة هجوميا بينما في الجانب الدفاعي قمنا بعمل جيد اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا في المباراة واستطاعوا من خطورته بشكل عام استفدنا وتعلمنا كثيرا من هذه المباراة وستكون محطة مهمة جدا لتحضيرنا لكأسيا سياسيا مهار لنا هو المباراة الودية نحن كنا نبغيها علشان نستفيد منها فنيا بدنيا خاصة نحن نعبي منتخب استراليا منتخب استراليا تصنف من التبوان في قارة أوسيا علشان نحضر نحن نحك كأسيا بالنهاية مباراة ودية نستفيد منها ناخذ الأغلاط كلها نصححها والإيجابيات نكمل عليها ونبني عليها بالنهاية أهم شي عندنا البطولة السياوية إذا إذا كان هذه رأي مدرب منتخبنا الوطن الأول لكرة قلم بيتزي وإيضا رأي اللاعبين في هذه المباراة كان لك تعقيب بالنسبة لكلام حسين مشامع يعني اللي تكلم فيه الكابتن مشامع بصراحة كثير مهم إمبارات الإمارات وهي واحد سفر كان فيه هجمة مرتدة للبحرين انفرض الحشاش وعامل السرعة مش موجود أنت الآن رح تلعب بالكمباكت العميق أمام كوريا الحشاش من أميز المهاجمين في مرحلة الذهاب بالدوري لكن هون بالكاونتر أتاك والتحول الانتقال بدك مهاجم أسرع لأنه ما فيش مجال ما في مجال كرة واحدة ممكن تيجيك مع المنتخب الكوري وانت مضغوط فالتسعين دقيقة ممكن كرة واحدة تنهي لك وبدأ عاقب على شيء مهم أنه الستايل للثلاث لعبين البنص لازم يكون واحد مهاري أو تحت الضغط يكون مثل كومي المفتاح لعب هذا لن تنجو بالكرة البحرينية بعد طلال يوسف ممكن يكون كومي الأسود فهذا مفتاح لعب فممكن يكون بعمق الملعب حتى يخرج المنتخب البحريني من الأزمة صحيح أنا بقول لازم كل مباراة لها لعبتها ولها اختياراتها فممكن نكون مهدي عبدالجبار أو ختال يعني عجبني أنا سوزة في مباراة الكويت كأس الخليج بدأ بحمز العطار مهاجم ليش؟ عمل السرعة والقوة البدنية والضغط على المدافعين وخصوصا أنه المنتخب الكوري بلعب بأربعة أربعة أثنين في اثنين مهاجمين كيف بدوا يتعامل؟ هل بدوا يقابلهم بأربعة واحد ولا بأربعة أثنين ثلاثة واحد بيتزي وخصوصا أنه بمتازه بالكرات الثابتة ومشكلة الدورة البحريني بالكرات الثابتة يعني المحرق أنا بحضره آخر ثمن مباريات كل فوزه بكرات الثابتة ففي مشكلة بالدفاع بكرات الثابتة وما قدر حتى سوزة يعني حلها بالعشر لعبين داخل بوكس رجع المنتخب لأنه في مشاكل هاي ممكن تسبب له مشاكل كرات الثابتة والكرات العرضية يعني استقبلنا استقبلنا أعتقد الهدفين من أستراليا من كرات عرضية من كرات عرضية عدنا مشكلة مشكلة كبيرة جدا مع الكرات العرضية سواء كانت الكرات العرضية البعيدة أو القريبة من داخل البوكس أو من خارج البوكس عدنا مشكلة في الأخطاء البدائية أحيانا للمدافعين وأحيانا في الهفوات والتنظيم أيضا الدفاعي في الكرات العرضية أي نعاني نعاني مننا مثل ما تفضل الكابتن هلمي من زمن تكلمت عن معاناة وتكلمت عن جوانب ولكن بالجانب الإيجابي شالي ميز منتخبنا وشالي ميز مجموعة اللاعبين اللي موجودين في المنتخب خاصة بعد انتهاء تسع تقريبا جولات من دوري ناصر بن حمد والله تشوف بوتركي إحنا حاليا موجود عندنا يعني اللاعبين حاليا إلا موجودين أنا أعتقد ما يعني ما يميزهم حاليا هي الروح القتالية اللي احنا محتاجينها تكون بشكل أكبر في المباراة الروح القتالية رقم واحد الروح القتالية رقم واحد مواهب الفردية موجودة عندنا رقم اثنين نتحجة عن الموهبة إذا تكلمنا عن مرهون ومدن وحميدان وكميل لاعبين يمتلكون الحلول الفردية فلذلك إحنا الرسالة اللي نوصلها إلى بيتزي إن أنت عندك مجموعة من اللاعبين يمتلكون الحلول الفردية اللي بإمكانهم التأثير على أي منظومة لعب أنت راح تلعب فيها وعلى أي اسلوب أنت راح تتبع ولكن أنا في اعتقادي الشخصي إن بيتزي لحد هذه اللحظة لم يصل إلى التشكيل المثالي إلى المنتخب الوطني كوجهة نظر شخصية لم يصل إلى التشكيل المثالي بحاجة ما بقول بحاجة إلى الوقت موجودة تشكيل المثالي لدى المدرب ونشوفها في البطولة نتمنى هذا الشيء مع أنه المفترض أن نشوفها في المباراة التودية نتمنى نتمنى هذا الشيء ولكن أنت اليوم عشان تلعب بسلوب التحولات الهجومية والترانسيشن تحتاج على الأقل إلى جناحين حقيقيين يعني لا يمكن ألعب بكوميل جناح وأطالبة بتحولات هجومية لأن كوميل محطة محطة هجومية في وسط الملعب حتى ينقل الفريق إلى عملية الترانسيشن مرهون ممكن هو الذي ينقلك إلى هذه المرحلة فتواجد مرهون ومدن أو وحميدان من ضمن ثلاثي الهجوم هذا سيجعل شكلنا الهجوم أوضح في المباريات ورح يعطينا أيضا هو من شوي يتكلم وقال نحن تنقصنا الشراسة الهجومية الشراسة الهجومية تحتاج إلى ثلاثي هجومي متحرك يستطيع مهاجمة المساحة ويستطيع الانتقال من منطقة من منطقة مزدحمة باللاعبين وفيها ضغط عالي إلى منطقة ذات تأثير هجومي نحتاج هذه النوعية من اللاعبين على بيتزي أن يجد التشكيل المثالي لخوض المباراة أمام كوريا لأن أنا كاعتقاد شخصي التشكيل الحالي إلى الآن بيتزي لم يصل فيه إلى إلى اختيار العناصر المثالية دوري البحريني بيتركي كله على التحولات معظم الفراغ على التحولات صحيح كيف تقصد بالتحولات؟ يعني في من يعمل كومباكت العميق عند البوكس 14 عميق وفي منه بالثلثة الوسطة بنصف الملعب عشان قطع في مكان معين بالكرة وانتقال وتحول بالسرعة للباس التمرير الأمام والفرق العالمية وجوز كأس العالم 2014 أكثر فرق لضعيفة اللي كانت ضعيفة بكأس العالم هي اللي عملت بتحولات بنصف ملعب الخصم يعني القطع في منطقة المنافس أفضل من أنك تقطع في منطقتك اللي هي الثلثة الوسطة وهاي نظام التحولات بجوز أقل إشي أجا 28 قول أو 30 قول بالتحولات بنصف ملعب الخصم أكثر المنافس وهذا نطلب مثل ما قال كابت أنه أنا بشوف وبعتقد أنه الحلول الفردية الموجودة عند منتخب البحرين عالية بالذات بالثلثة الأمامية للمهاجمين أكثر من الحلول كأظهرة وقلوب دفاع بصراحة ورا ما فيها الحلول الكبيرة بس في الأمام بصراحة البحرين يعني أنا بتفرج عن هذه الخلدية بطلع اثنين مهاجمين بفوت اثنين مهاجمين بطلع للموجودين إذا سهل مرة برت لمرت رجع المرهون ظاهير يمين ما في بدلاء ولا نعاني في دورينا أو في أندياتنا من وجود اللاعبين في هذه المراكز أو مراكز معينة أنا بتذكر أجيت على نادي الشباب اتطلعت على الفريق ما فيش ظاهير شمال أطول بلغنا فرق الناشئين يشتغلوا يدوروا في الفرق الناشئين مش شرط أنه يجي لاعب تقول هذا ظاهير شمال طويل أو شم لا حول جناح يسار حول لاعب ارتكاز بلعب رجل يسار بيستغل تحت الضغط خفيف بهدرز قوي عنده مروني وديه ظاهير شمال وهذا المستقبل مثل ما بنطلب مدرسة حراس مرمى أين العمل الفردي نحوكم نقول أنه من الناشئين من تحت كل الفرق البحرينية المفروض يكون في عمل فردي وانتقاء لاعبين سواء بالهجوم أو بالأظهر اليسار أو اليمين فأنا بقول أنه من أمام في حلول عنده عالية والكولة الموجود يفتخر فيه بصراحة والدور البحريني بآخر أربع أسابيع فرض لك لاعبين مواهب ممكن تجيب لك أهداف سواء صغار السن أو كبار السن صحيح في هذا النقطة بالتحديد إصابة وغمار في المباراة الودية والبديل كان سالم حسين مهم سالم حسين من المدافعين من المواهب الدفاعية الموجودة وبالعكس استدعاء حتى لو ما شاركي يكفي أنه يعيش هذه الأجواء أنا من الأشخاص اللي يشجعون على استدعاء لاعبين بأعمار يمكن حاليا يعتبر هو من ضمن المجموعة يمكن هو أصغر لاعب في المنتخب يعني ما عندنا لاعب حسين العكري أي يمكن هو والعكري بعد إبراهيم أنت قريب مننا سالم حسين وانت كان لعب في الشباب سالم لما جيت على الشباب كان بده يبطل بدهوش يلعب بده يلعب مهاجم آه يغير مركزه فظلنا موجودين معه وقنعناه بالتوقيع لمدة سنتين قلت له منوديك منتخب فكان لسه شباب دطه على المركز إذا استمرت في مركزك بتوصل منتخب رح تروح منتخب لأنه كنت ألعب بالثلاث أربعة ثلاث فقلب الدفاع ممكن يهاجم فقربناه على النص مرة اللعبه مركز ستة مرة قلب الدفاع فهو استوعب الفكرة وكان والده حتى معه موجود والولد عنده طموح حالي لكن فرجت على الفيديوهات تبعته قبل ما أجي أنا مع المنتخب عنده السلايد وعنده شوي أحيانا بالتهور حاولا أن يشتغل عليها والولد الآن بصراحة بلج ينضج ولازم الآن يكون فيه بديل يعني حسين العكري بلعب ظهير يمين بلعب ارتكاز كان معنا برضو بالشباب لكن سالم حسين الآن لازم مش مهم كأس آسي زي ما قال الكابتن لكن لازم الآن يدخل لأنه استبعدوا أو ترجعوا نفسيا أحيانا اللاعب الصغير بده أكثر معدل العمار لازم يقرب أكثر ولازم نستدعي أكثر من المنتخب العلومبي اللي شاركوا فيه لعبين بصراحة كوالتي عالي موجودين في البحرين بالضبط أنا بدي يعني أنتقل معاكم تدريجيا للمنتخبات اللي في مجموعتنا بالنسبة للمنتخب بس قبل لأنتقل لهاي لأن كابتن حلمي قال أن المجموعة تقريبا يمكن كل الفرق بإمكانها أن تتأهل من هذه المجموعة بالضبط أنا بعد أتفق معاه كل الفرق بإمكانها أن تتأهل من هذه المجموعة كمركز ثاني وأفضل ثالث المركز الأول كمعطيات فنية اليوم أنت تواجه المنتخب الكوري صاحب أعلى معدل قيمة سوقية على مستوى آسيا بعد المنتخب الياباني بالنسبة للاعبين المحترفين بالنسبة لللاعبين بشكل عام لاعبينه ولاعبين المحترفين لاعب يمتلك منظومة هجومية يمثلها أفضل لاعبين تقريبا حاليا في آسيا تشونغ محترف وولفر هامتون ومسجل من 17 مباراة زائد 10 أهداف صحيح سونغ يلعب في توتنهام ومسجل زائد 10 أهداف في 17 مباراة فأنت تتكلم عن مهاجمين من طراز عالمي تتكلم عن فريق يمتلك منظومة هجومية يعني شي أقول لك أبو تركي فريق الأسلوب الهجومي هو الأسلوب الممتع بالنسبة إليه فريق ما يرجع إذاف حتى أمام فرق أوروبية أمام البرازيل في كأس العالم أمام البرتغال فريق يعرف كيف يهاجم ويعرف كيف يبطل مفعول الهجمات المرتدة إلى الفرق المنافسة فلذلك هذا الفريق أنا أعتقد هو المرشح الثاني للظفر بكأس آسيا بعد المنتخب اليابان المنتخب الكوري الجنوبي المنتخب كوري الجنوبي كونك تلعب أول مباراة في التصفيات أو في البطولة الأسيوية أمام منتخب مرشح ليني لقب هذه البطولة هذه بحد ذات عامل إيجابي للعبين المنتخب أم العكس؟ أحياناً دافع لما تشوف فريق كبير أمامك ولعبين تعرف راح تقابل لعبين توتنهام ودور اللاعبين بالدور الألماني الدافع لعبين تسويقياً أصلاً بكون دافع أكبر من أنك بس تكفوز للمنتخب تثبت نفسك من خلالك لاعب؟ تعرف يعني اللاعبين كل العرب ما راحوا غير في التجمعات جوان كأس العالم أو كأس آسيا فأنا باعتقادي أنه فوت قوي مع مباراة كوريا وحق لو نقطة واحدة بالتعادل تخب بحرين راح راح روح لبعيد هذه كلامك للاعبين ولا كخطة لعب لأن المباريات الأولى لها حساباتها الخاصة طبعاً هو عارف الكلام هذا وعشان هيك اختار أستراليا لعب مباراة قوية قبل ما تكون الأخيرة أتوقع مع أنجولا غدا اختار أستراليا لأنه مرشح كمان أستراليا فريق كبير مع أنه بتجديد يعني صح حتى يشوف المنتخذ كيف يتعامل مع كوريا وهو هلا خلاص فأنا باعتقادي أنه وجود لعبين البحرين في أول مباراة راح يكون حضور عالي وتركيز دهن عالي ورح بتوقع أنا ممكن يطلعوا بالتعادل بدناش ننسى تجربة السريقال الحج الضيوف مع فرنسا في أول مباراة في المنديال فاز السريقال بدناش كمان كوريا واليابان اليابان خسر مثلا من المنتخب الأردن خسر من المنتخبات الأقل منه أستراليا خسر فاحنا بدناش نخوف لعبين تأريد العامل نفسي مهمة صحيح وللأسف أنا بقول وين الدكتور النفسي بالمنتخب بالأندية بالمنتخب ممكن يكون موجود لكن بالأندية مطلوب طبعا لعب تجيبه تهيئه بس بأسبوعين تجمع بالفيفا داي تعطيه نفسي وتقعد معه شخص فيه وكذا موجود فيه توقع بالرفاع دكتور نفسي يعني احنا آخر شيء بالشاركة جبنا الدكتور نبيل طاها نبيل طاها يعني شعرنا أنا شعرت حالي نفسي انتحسنت والله العظيم طبعا مؤثث فريق بتشعر انه نفس انه أجاك بأسلوب ثاني مش كرة قدم مش كل شيء كرة قدم اللاعب أحيانا بتنزله بس تكتيك طب أحيانا انت ما بتعطيش تكتيك أسبوع كامل وتفوز أحيانا تلزل تجعل مبارا أحسن لعب فريق عندك مريض الثاني أخذ كرة أحمر بدقيقة خمسة الثالث ضيع أربع انفرادات وهو هداف الدولي عملية اليوم متفقين عليها نفسيا التيم بيلدينك هو المدربين يعملون عليه بنسبة 70% عملية بناء الفريق والتكتيك يعني هتتكلم عن مدربين عباقرة مثل بيبو جوارديولا أو كلوب يتكلمون لك عن هاري الشغلة نحن نشتغل تيم بيلدينك 70% ونشتغل تكتيك 30% فمعناته هي عملية البناء هي اللي تستغرق الوقت الطويل حتى بيبو جوارديولا يقول 12 ساعة بليوم أشتغل على الجانب وآخر تصريح آخر تصريح أقوله قال بدرب ربع ساعة بالتجمعات ربع ساعة فقط شو بتدلع الوقت الأكبر يروح للجانب النفسي تجمع بعدين المعلومة يعني الفرق العربي واللاعب العربي احنا جربنا تعقدش التكتيك واحد زائد واحد يساوي اثنين صحيح أن شلوته قال أنا بتفاجأ من المدربين الصغار السن اللي طلعوا جديد بيعطوا معلومات كثيرة شو تعطي نزل الخالدية هالأبرموت كنترول بتفوس نزل المحرك يعني متمرسين صحيح نزل الرموت كنترول ليش فسهل سهل المعلومة سهل التعليمات هي أنت أوجد نظام لعب وفي بعض المساحات أطلق الحرية لللاعبين حتى نشوف مساحة الإبداع عند اللاعبين بالضبط هذا الكلام ينطبق على مباراتنا مع المنتخب الكوري الجنوبي لو كان فيه يعني تسهيل المعلومة لو كان تسهيل للجانب النفسي هنا بختلف الانضباط التكتيكي الانضباط التكتيكي خاصة لما منتخب بقوة المنتخب الكوري أكيد مش راح اللاعب يأخذ راحته فريق بعمل الضغط العالي والضغط العكسي لما تنقطع منه الكرة يريد يرجع يضغط بالخمس ثواني صحيح هون لازم البكتة على طول يسلم وينتقل من لمسة أو لمستين لنص ما لعب وتركي احنا نتكلم عن المعطيات الفنية صحيح والاعتبارات الفنية ولكن احنا عدنا منتخب محاربين عدنا أيضا أبطال صحيح يعني احنا نوجه للاعبيننا رسالة نقول احنا إذا تكلمنا وطرحنا القوة الفريق المنافس أيضا إليه نقاط ضعف صحيح المنتخب الكوري واعتقد أن الجهاز الفني مع محلل الأداء سيعملون على يعني السيطرة على نقاط قوة الفريق الكوري ومحاولة ومحاولة استغلال نقاط الضعف لدى المنتخب الكوري احنا أهم شيء أمام المنتخب الكوري الشوط الأول تكون منظومتنا الدفاعية تعمل بكفاءة عالية جدا وما نستقبل هدف مبكر أهم أهم مرحلة هي النصف ساعة في الشوط الأول وإحنا لنا تجارب كثيرة أمام المنتخب الكوري نخسر مننا بصعوبة 2-1 وأحيانا بالإمكان أننا نعطل ونأخذ مننا نقطة وممكن نفوز عليه فلابد أيضا هذا التاريخ يكون حاضر في مثل هذه المباريات لذلك أنا ذكرت في بداية الحلقة هل ممكن نعول على مواجهاتنا السابقة ولقاعاتنا ونتائجنا الإيجابية السابقة أو لا طبعا أنت بإمكانك مجرد مشاهدة فيديوهات إلى منتخباتنا السابقة وهي تنتصر أمام هذه الفرق هذا يعطي دافع معناوي كبير إلى اللاعبين في مباراتهم القادمة أمام كوريا ولا تنسى التحدي النفسي بين اللاعب ونفسه نحن اليوم منواجه فريق مرشح أي نتيجة إيجابية راح تدخلنا 100% في دائرة 100% الترشيح أو إحراج المرشحين صحيح فلذلك نحن لابد نعمل على هذه النقطة لابد لاعبين يثقون أننا في عدنا جوانب يمكن ما يمتلكونها لاعبين محترفين تتكلم عن الجوانب القتالية عند لاعبيننا تتكلم عن الجوانب النفسية تتكلم عن جوانب اللاعبيننا يمتلكون حيوية وطاقة وقوة هائلة جدا أتكلم لك على المستوى النفسي فلذلك لابد استغلال هذه العوامل أمام منتخب كوريا أكيد وضيف عليهم عامل الأرض والجمهور كون أن البطولة في منطقة خليجية في منطقة خليجية يعني راح يكون في توافر الجماهير البحرينية هناك في العاصمة القطرية الدوحة وبالتأكيد راح يكون لنا الأفضلية في هذا الجانب تتكلم على المدرجات بالتواجد الجماهيري بالدعم النفسي بالقوة الوطنية أنصح التعبير اللي يتحلم فيها لاعبين منتخبين الوطنين راح يكون ظهور مشرف في المباراة الأولى على الصائد التكتيك لمنتخب البحرين والصائد الفردي كلاعبين أنا بقول لعبة البحرين مش زي أول أنا بقول مش زي أول راح يعملوا شغلة في المباراة الأولى غض النظر ممكن يخسر المنتخب بصعوبة بس ممكن يفوز أو يأخذ نقطة زي ما قال الكابتن ممكن يمشي الوقت ويدير المباراة مثل ما بده وعامل الجمهور راح يخدموا وإحنا جمال معرزناش على شغلة مهمة رئيس الاتحاد الآسيوي بوجوده الشيخ سلمان الخليفة لأول مرة 24 فريق صحيح لأول مرة هذه مهمة أنه البطولة تقام على ملاعب منديالية لأول مرة جوائز مالية لكل فريق مشارك مش بس أنه بدي أخذ البطولة ولأول مرة حتى الفرق لمرة المكتب التنفيذي ما بيختار البلد المشاركة الآن الجمعية العمومية هي اللي اختارت الدولة المستضيفة فهذا إشي كبير في وجود رئيس الاتحاد إنه بحرين كمان إن شاء الله إنه يكون هذا دعم إن شاء الله يا رب كبير لأحمد أنا خلاص تقل وجودك كابتن إبراهيم حلم ونت يكلم شوي عن المنتخب الأردني الشقيق وكيف تصف يعني استداد منتخب الأردن بصراحة بجوز الشارع مش راضي عن أحسين عموته مش راضي عن المنتخب مش راضي عن المنتخب مثل ما أي خسارة بتصير بالدولة العربية مدرب جاي جديد نفس مدرب الأرجنتين في البحرين نفس الشي عموته لازم يأخذ مساحة ما أخذ بطولة إفريقيا لغير المحترفين ما أخذ في قطر بطولات فرجل متمرس يملك سجل وسجل كبير ونحترم سجله لازم نحترمه كلنا واحد اثنين لازم نحترمه ولازم نحترم خياراته لكن سبع أو تسع مباريات مع مبارات اليابان اليوم ستة واحد خسر ثمن مباريات وفاز مباراة على قطر فهذا ندلع شي سي مشكلة نفسية وحاصلة إنه الرجل قاعد بعدل وبدو يقود دوري وبجوز هو لما أجل عمل تصريح إنه مش عاجبوا الدوري وبدو يكون أقوى من هيك حتى يفرز منتخب قوي لكن منتخب الأردن ستة عشر لاعب المنتخب محترفين ومنهم موسى التعمري في فرنسا لعب ضد باريسان جيرمان لعب ضد الأنديل كبيرية محترف ممبارا نعم والأقوى السوقي بعدين القيمة السوقية عالية للمنتخب الأردن في ماليزيا في العراق في الكويت في السعودية وين مكان لهم في قطر فعنده كواليتي أفضل كواليتي أجع بتاريخ الأردن في التصفيات هاي فهلأ وين دروح بتوقع الخسارة الأخيرة أنا بجوز عنده تعقيب بسيط إنه كيف أنت تدخل آخر مباراتين قطر يابان قبل بطوله بثلاثة أيام هذه مشكلة نفسية مبارات اليوم حتى لو كانت تجربية ضبط 6-1 نتيجة تقيلة على المنتخب مثل ما قلت جل لعبين من المحترفين الفريق كامل من المحترفين بالإضافة إلى أربعة لعبين كيف تواجه المنتخب الأردني بهذه القوة كابتن سيم شامر أعتقد حضوض نحن وحضوض المنتخب الأردني أيضا متساوية في المجموعة يعني المركز الثاني ممكن يكون بين المنتخبين وممكن مثل ما تفضل كابتن يدخل أيضا منتخب ماليزيا المنتخب الأردني يعني أنا شاهدت لأكثر من مباراة أمام المنتخب السعودي منتخب يلعب كرة قدم جميلة وكرة قدم هجومية مشكلة تفثة الهجوم لا يسجل وعند القوة ويستقبل ويستقبل أهداف من هجمات أو من تحولات هجومية أو تحولات هجومية أو هجمات مرتدة أعتقد هي المشكلة في عملية التوازن فريق في الحالة الهجومية يضيع فرص ينكشف دفاعيا ينكشف دفاعيا فيصير من السهل أن يستقبل أهداف هذه أصعب مشكلة يواجهها مدرب وهو يدخل بطولة قارية كبيرة هذه المشكلة ممكن تسبب له إحراج أمام أي فريق حتى نظام اللعب بتوقع بآخر مبارتين عماله بلعب 3-4-3 فهي بتعرف تكشف أطراف الملعب وخصوصاً الظاهرين أتوقع كان استخدم محمود مرضي وبلعب جناح وأحسان حداد يسار ويمين بتوقع أنه بده وقت حتى يوصل وين ديوصل عموتا أنا بحكي أنه في كأس آسيا رغم لكواليتي الموجود مدام مدرد اتحاد الأردن يتحمل لأنه يغير في الوقت هذا لازم الآن نسنده ونمشي لبعد آسيا اللي هم تصفيات المزدوجة عنا خسارة مع السعودية وتعادل فهي مشكلة كبيرة كأس آسيا مش رح طلعنا على كأس العالم كل مرة منقول احنا تعرف الدور الأردني خمس سنوات مع فيتال هبقى من ثورة حطت الدور الأردني مع شرق آسيا مع تايلند ومع الصين ببلش شهر ثلاث بنتي بشهر 11 حتى التوقفات وتجمعات العرب وروبة بعملوا الفيفا دي مثلاً بشهر ست احنا مكون مبلشين دوري فهم بلعبوا دوري احنا مكون مخلصين دوري فقعدت لعبت المنتخب ولعبت الأندية كلها تسع شهور بدون منافسات هادي عمدارة سنتين رجع كابتن عدنان حمد قال بالدوري لشهر 7 و 8 نفس الآسيا ونفس الربا لما اللاعب رجع كمان قاعد كمان 6-7 شهور فهاي مشكلة الاتحاد الأردني خيات سمو الأمير علي وهو أقرب واحد للفريق عارف انه فيه مشكلة صارت بالأول والآن عما تم بتم تعديلها وأنا بتوقع انه في تصفية كهس العالم من منتخب الأردن رح يروح بعيد لأنه لكوليتي الموجود رح يعمل أشياء كبيرة لمنتخب عصرائي الفرد والجماعة بلا شكل المباراة اللي وديك كابتن حسن مش يمع تفضل هي الهزيمة بالستة هذه يعني ممكن تأثر على نفسيات لاعبين المنتخب الأردني وعلى الجانب الآخر ممكن تخليهم يعيشون أيضا مرحلة من التحدي والصراع النفسي داخل وأحيانا يوصل إلى النقد الذاتي ممكن تكون حالم الانتفاضة بعد الهزيمة في المباراة الودية وينحكس إجابة على المباراة القاتلة طبعا فلذلك أنا أقول أنت لما تنتقد ذاتك وتشوف نفسك مقصر في الملعب زيني بغض النظر اليوم مدرب يلعب بأي نظام لعب ولكن أنت اليوم كفريق الأردن فريق معروف بروح القتالية فريق معروف بأنه لا يستسلم يقاتل إلى آخر دقيقة تخسر بمثل هذه النتيجة يمكن يعني أنا أقول لك أمام المنتخب الياباني كل شيء متوقع منتخب اليابان من سبع إلى ثمان مباريات فاز على منتخب ألمانيا أربعة صفر فما أدراك لما يواجه منتخبات آسيوية فمنتخب يمتلك كل المقاومات المنتخب الياباني ولكن أعتقد أمام هذه الفرق وتلعب بنظام لعب ثلاثة أربعة ثلاثة وتفتح أطرافك أمام فريق يمتلك أفضل أجنحة هجوميين في آسيا أعتقد أن الخلل في غالبيته يكون فني أكثر منه نفسي صحيح فعلى عموته مراجعة نظام اللعب اللي راح يلعب فيه أمام الفرق اللي تفوقه جودة وتفوقه إمكانيات خصوصا إذا ما كانت فرق مرشحة للظفر بلقب كأس أمام آسيا بالضبط المنتخب الماليزي أخيرا كابتون إبراهيم نفس الشي منتخب ماليزي ما خسرش آخر ست مباريات ومتطور وفي خوف كبير طرح في المباراة الأولى يشكل مصدر الخوف للمنتخب المباريات وآخر المباراة تعادل توقع اثنين اثنين يعني مستقر منتخب ماليزي مستقر ومتطور مثل فيتنام بكأس آسيا الماضية في قطر فاجأ الكل فممكن يكون المنتخب الماليزي فيتنام آخر في بطلات كأس آسيا يعني منتخب الأردن محظوظ أنه لعب مع قطر ومع اليابان وخسر ودخل ع ماليزي أحسن يدخل ع كوريا أحسن يدخل حتى على البحرين فنفسيا على اللاعبين أقل شوي من الصدم اللي تكلم فيها وأنا بحكي أنه سيستم اللاعب أوكي ممكن يكون جديد منتخب الأردن بحياته من لعب الثلاث صحيح فالفكر الإفريقي من الكابتن حسين عموتا في العمل وآخرها ضافه كمان على الجهاز الفني الكابتن عبدالله أبو زمع هو تاريخ في التصفيات في كأس آسيا وهو مدرب منتخب العلمبي كويس أنه الشارع يعني كون في الإصطاف مدرب مثل كابتن مرجان كمان في البحرين حتى شوي يقرب الثقافات شوي بالضبط برا شيء هذا أهم شيء طرح أبو تركي والله إذا المدرب لعبين وما استقبلوا مشكلة فأنا بشوف أنه الرجل بيوصل فكرة احترافية كبيرة لازم نصبر عليه وأنا بقول راح يروح لمنتخب الأردن أبعيد في كتصفيات كأس العالم المستوجي كابتن حسين ممكن نعول على المباريات الودية ونشوف مكان من القوة والضعف لدى المنتخبات اللي راح نواجهها والمباريات الودية ما تعكس المستوى الحقيقي للمنتخبات المباريات الودية إذا كانت قريبة إلى البطولة أحيانا يعني غالبية الفرق لا لا تعكس لا تعكس أن المباريات هذه المدرب أنا أبوالي بتقول لما تكون قريبة من البطولة بتلعب بنفس الأسلوب بنفس التشكيل اليوم بيني وبين البطولة ثلاث أيام وراح ألعب مباراة بعد ثلاث أو أربع أيام يعني لا يعقل أن المدرب ينزل بالتشكيل الأساسي اللي راح يعتمد عليه بعد أربعة أيام في البطولة فهو في هالجانب ممكن يجهز لاعبين البدلاء إلى المباريات إلى المباريات البطولة صحيح ولكن هي الإعداد أنا دائما أقول الإعداد لابد أن نقرأ أساليب اللعب اللي راح نواجهها وأنظمة اللعب اللي راح نواجهها يبدأ الإعداد إلى هذه البطولة القارية على الأقل قبل ستة أشهر في المباريات الودية في الفيفا دي لابد نختار منتخبات هي تلعب بأسلوب مشابه إلى هذه المنتخبات اللي راح نواجهها في البطولة المجموعة القارية ولكن أحيانا أنت ما تحصل بعد منتخبات قريبة لهذه المستوى فلذلك أنا أقول المباريات القريبة إلى البطولة القارية هي مباريات من أجل تثبيت بعض الركائس صحيح ولكن نحتاج مثل ما قلت لك إلى مباريات قبل البطولة بستة أشهر يتم الإعداد إليها بشكل جيد نرفع رتم وإيقاع فرقنا من خلال هذه المباريات صحيح خلال أخذ مباريات المجموعة كابتن إبراهيم حلمي بشكل سريع توقعاتك لنتائج منتخبنا اللي راح تكون أمام المنتخب الكوري والأردني وأيضا المال يعني أتوقع الأردن وبحرين واحد منهم مع المنتخب الكوري البحرين والأردن بجانب المنتخب هناك مركز ثالث إن شاء الله يكونوا ثلاثتهم كأفضل ثلاث إن شاء الله ثلاثتهم طبعا ولكن التوقعات كلها تشير للمنتخب الكوري بجانب المنتخب الأردني والبحريني كابتن أنا نشوف هناك استبعاد المعطيات المعطيات الفنية تقول أن المنتخب الكوري راح يتأهل من هذه المجموعة في المركز الأول المركز الثاني راح يكون بين المنتخب الأردني والمنتخب البحريني ولكن مثل ما قال كابتن لا يمكن استبعاد ماليزيا ماليزيا أمس أو أمس أعتقد متعادل مع سوريا اثنين اثنين في المباراة يعني وضح عليها أن المنتخب يمتلك قوة هجومية تسجل على المنتخب السوري عند أمكانيات المنتخب الماليزيا عطفل على الدوري الماليزي من الدوري الماليزي يعني ما ما يكاد يذكر بالنسبة للدوريات الآسيوية وممكن إحنا إعلاميا ما يوصل إلينا ولكن في هناك توجه في ماليزيا يمكن تجنيس بعض اللاعبين البرازيليين حتى ينقلون ثقافة معينة إلى الماليزيين يمكن هذا أفادهم كثير وممكن نشاهد ماليزيا فيتنام آخر في هاي البطولة مثل منتخب الماليزي والله متى ما حب يكون فيتنام آخر بس ليكن في مجموعتنا خليكم في مجموعة ثانية إذا حبنا يستأسد ليستأسد ولا يكون في مبارتنا خلن آخر الدرس نسبة تركي لجمهورنا الحبيب نعم والله أنا أحيانا نحن منقرأش مش ستابعون سوشال ميديا بالذات المدرب جمهورنا عاطفي كابتن آه والله إذا إذا إحنا ديرة صغيرة يعني بالذات نحن بالبحرين الآن كل احترام لجمهور البحرين نحن منتفرجش على السوشال ميديا كثير لأنه بصراحة أنت كمدرب إذا فتحت وانت رايح على المباراة وشفت خبر مش كويس ممكن سبل لك مشكلة أنت أحيانا المدرب في الامباراة الودية بنزل مثلا لما لعب مع الإمارات كنا سمعنا أنه قلب طريقة اللعب في الامباراة الودية أكثر من مرة مرة خمسة ثلاثة 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 مضبوط مدرب المتخب الأرجنتيني مرة أربعة أربعة ثلاثة يجرب أحيانا بصير مع المدرب يعني إحنا مثلا على الصعيد الأندي لما نعمل فترة أعداد أنا قاعدت مع رئيس نادي قلت له راح أول أربعة مرنية أخسرهم تفاجئ براهاي دقيقة ثمانين وأنا فايز واحد سفر راح أسحب لاعب من جون ملعب بدون من خصم يعرف وألعب بعشر لاعبين وأعبت جاء كومباكت وراء تشوف فريقه خسران لاعب نفس الشي مدربين أنا ما بقول عن نفسه كل مدربين البحرين الوطنيين كل الاحترام منه وأثبتوا جدارة شوف الكابتن الشملان رائع على شوف الكابتن عادل رائع على المنام فيه فيه تطوير فيه تغيير الجمهور لازم يفهم أنه هذا المدرب في إمبارات ودية فيه إشي إحنا ما بنعرفه اليوم مطلوب منكم شباب بعد الدقيقة ستين لو فايزين ارجعوا دافعوا على المرتد بدك تيجي تحكي أنت كجمهور ليش عمل هيك وخسروا ممكن يخسر أنا وأنا خسران أربعة سفر بقول للشباب اعملوا ضغط من الأمام طب أنا خسران لازم أدافع شوي خواب ما تسير سبعة أو ثمانية هذا الجمهور ما بعرفه فترة الإعداد للمدرب بتكون موجودة ومبرمجة مع كل المدربين ومع الجهاز الإداري والفني صحيح فلازم نوصل أكثر ثقافة في الموضوع عشان ما لهم المدرب أحيانا ممكن يخسر من فريق ملوش في القارة ممكن البحرين لعب مع فريق متواضع فنيا جدا ويخسر وعلى أرضه بس كابتين اليوم الجميع ترى نقاض يعني انت ما تقدر الجمهور اليوم ناقد احنا فكرة اوه من حجة ينقل طبعا طبعا نحن نختلف انه من حجة بس هو يقول لا تستعجل في الانتقاد ممكن نشوف انت في مبارا ودي اسلوب يظهر عليه منتخبنا الوطني اهو تكتيك مدرب طريقة من المدرب وضعها ياب يشوف الفريق ياب يلعب بهذه التكتيك بهذه التكتيك ويغير سيناريوهات المباراة بناء على فكرة اهوى هي سيناريو وموقف والبطولة اللي راح يلعب فيها تحتاج مثل هذا النوع من التكتيكات وتغييرات سيناريوهات هي كرة قدم سيناريو وموقف بضبط انت معود الفريق على جملة تكتيكية اجل خصم عمل كومباكت عليها بدك تغير الموقف وتغير السيناريو مئة في المئة لازم احنا عارفين جمهور مثقف واحنا عارفين انه ممكن نوصل لبعيد الجمهور ما يعرف يخوط في التفاصيل التكتيكية الجمهور يبقى يشوف النتيجة المحصلة شنو انت فسله خسرت يمكن بعض الجمهور تختلف معك اليوم في بعض الجمهور قاعد تقرى فنيا وشوف المباراة فنيا وتنتقد طريقة لعب موجود احنا مقول في المباراة الودية وليس الرسمية بعيدا عن الانتقاج في الودية الودية ما لأه ما لأه حلقة بل تركي اليوم الجمهور بشكل سريع عشان نختم معك ينتقد ينتقد اسلوب لعب ولكن ما يقدر يدخل في التفاصيل التكتيكية صحيح التفاصيل التكتيكية هاي لابد يكون فيه شخص مختص مدرب بالضبط فاهم هاي الحالات اللعب عارف شنو متطلبات هاي الحالة متطلبات المراكز ابو تركي بس هذي ضريبة الفضاء المفتوح والسوشال ميديلي اكا اقول لك في النهاية من حق الجمهور والكومنت اللي فتح للجميع المشاركة عموما كلنا خلف الأحمر كلنا خلف منتخبنا الوطني في هذا المشاركة متفائلين متفائلين بالمنتخب متفائلين بلاعبيننا متفائلين بالدعم الكبير اللي حصل عليها منتخبنا الوطني عارفين أن منتخبنا قادر يروح لبعيد قادر ينتقل من الدور الأول إلى الأدوار التالية قادر يحقق ما بقول مفاجئة لأنه نحقق منتخبنا الوطني وتأهل للأدوار التالية وتأهل للأدوار نهاية ما راح تكون مفاجئة لأنه عارفين أمكانيات لعبيننا عارفين قوة لعبيننا عارفين اللي ممكن يقدمون على الأرضية الملعب يختلف تماما اللي ممكن نشوفها في الدوري ولا يختلف تماما لمنتخبنا الوطني واشكر ريوفي الستيديو الكابتن إبراهيم حلمي كل الشكر والتغذير شكراً إلاك شكراً على تواجدك معنا اليوم بالعكس وأيضاً الكابتن حسين مشيه معك كل الشكر والتغذير على تواجدك اليوم حياك الله وتركك وشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم لأن شاء الله قناة البحر الرياضية عدت برنامجاً خاصاً لمنتخبنا الوطني راح يبث قبل بدء المباراة بيوم وأثناء المباراة وما بعد المباراة راح يطلع معاكم زميلنا العزيز عيسى شريدة وأيضاً الزميل العزيز علي رحمة في هذا البرنامج اللي راح يصلت الضوء على منتخبنا الوطني في مبارياته في بطولة جأس آسيا هناك في العاصمة القطرية دا وحكوا لشكر والتغذير لمتابعتكم نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة مع الزملاء عيسى شريدة وعلي رحمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة